في واقع الحال ما الذي ينبغي الإنسان أن يركز عليه في ليلة القدر؟ نعم شن اللي أركز عليه؟ أجي أقرأ دعاء مثل جوشن الكبير من أوله لآخره أجي ما أدري مولانا الأجل أصلي مئة ركعة قائما قاعدة هذا أنا لا أحب ذلك قد تستغرب ليش بصلاة؟ أنا إذا أصلي مئة ركعة علي أنا مئات الركعات قضاء خلي أقضيه أحسن جيد وخلي في وقت آخر أقضيه وإذا أريد مولانا الأجل أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن أدعو الله بما في قلبي من حسب تعبيرنا من مشاعر من وقائع فأدعو الأخوة جميعا في مثلية القادر أولا نحمل القرآن على رؤوسنا ندعو الله بأئمتنا ندعو الله بالذوات المقدسة على أن يلتفت لنا هذا واحد ونقرأ مقاطع مهمة من مناجات أبي حمزة الثمالي اعترافك لله طلبك من الله أن علي حال طبعا دعا بحمزة مفصل اعترافات وبيان لمقامات الله أنا الفقير أنا المسكين أنا الجاهل أنا الغافل أنا كذا أنت الكبير أنت المتعال أنت الرزاق أنت المهيم هذه تقول لها أنا منه أنت منه فتعال يا ربي أنا بما عندي وبما أملك من ضعف أنت يا رب تعال من علي هذه الاعترافات هذا الكلام حسب تعبيرنا الوجداني مع الله جدا مؤثر جدا مؤثر واعترف أنا سواء تشكل سواء تشكل سواء تشكل سواء تشكل يا ربي أتوب 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 صدقوني إذا نظر الله سبحانه وتعالى وينظر بلا أشكال هناك روايات عدنا عجيبة أن الله سبحانه وتعالى ينظر للتائبين ليلة القدر فإذا نظر الله إلينا وتابع علينا يعني يحس أنه أنت في فرصة ذهبية كتاب أبيض يوم الثاني تتواجه الله جميل فتعالوا شبابنا اعطوا من أنفسكم شوي يكون عندكم إرادة حلوة تجلسون في أماكن مقدسة إما في العتبات أو في المساجد المهمة في بلادكم أو تروح إلى مكان وحدك تبعد تحجيوا يا الله شاكوا به أحجيوا يا قلوا يا ربي أنا شاب شا سوي رتب لي أنت رتب لي أمري أنا ما أعرف شون أرتب اتقلني عبويا شون يزوجني أنت على حال رزقه حتى لا يقتر علي أنت أهديني أنا حصلي على فتاة تحفظني في نفسي وأهلي وعيالي وتاريخي هذه أمور نتكلم مع الله فيها اللهم يحب واحد يتكلم معاه بشكل عفوي نتكلم معاه بشكل عفوي شكرا لك شكرا